السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد على قناة الاتصالات أنا أعرف حاليا الكثير منكم ينتظر هذا الفيديو لأنه قرأ العنوان وقال هل حقا هناك الجيل بريك للإصدار 15.5 كما ترون هذا آيفون إكس كما موضح أمامكم وقموا عليه إصدار 15.5 هذا الآيفون سوف نقوم له بعمل جيل بريك وهو على الإصدار 15.5 كما موضح أمامكم كما ترون الجهاز فهو مفعل إذن كما ترون أمامكم الإصدار 15.5 وسوف نقوم بعمل له جيل بريك بواسطة التشيكرين نعم بواسطة التشيكرين وسوف تظهر أمامكم هنا التشيكرين مع التطبيقات وكل شيء إذا أردنا أن ننزل أسيدية وكل شيء فيمكن لنا أن ننزلها كيف الطريقة؟ الطريقة فهي سهلة كما قلت لكم بواسطة التشيكرين نحن قمنا بتعديل على ملفات هذه الملفات الكثير من المطورين قاموا بتنزيلها مؤخرا وكما قلت لكم أنا في الفيديو السابق في شهر سبعة سوف ينزل الجيل بريك إذن أنا قمت بأخذ هذه الملفات كما ترون هذه التشيكرين 12.4 هذا آيفون إكس كما هو أمامكم آيفون إكس على الإصدار 15.5 هل حقا سوف نقوم بعمله جيل بريك أم لا؟ تابعوا معنا الفيديو وسوف ترون بأنفسكم هل الجيل بريك سوف ينزل على الآيفون أم لا؟ كما ترون التشيكرين تعرفت الجهاز فهو مشبوك كيف الطريقة وكيف ننزل التشيكرين مع هذه الملفات من يريد كل هذه الأشياء فليتواصل معي على رقمي أسفل هذا الفيديو أو يضع لي رقمه في التعليقات أحسن شيء أن يضع لي رقمه في التعليقات وأنا سوف أرد عليكم بأقرب وقت الكم الهائل من الرسائل لا يجعلني أن أرد على كل شخص في آل واحد ولكن كل واحد على حسب المجاز وعلى حسب الرسائل سوف أرد عليكم بالواحد بالواحد إن شاء الله كما قلت لكم الآن نبدأ في عملية الجيل بريك إذن نقوم بالضغط على سويفو معروفة الجيل بريك سويفو هنا نيكست وننتظر الجهاز أن يدخل في وضع دفي مود إذن هذا الفيديو فهو فيديو تعليمي فقط حتى الآن الأداة فهي للمطورين فقط وليس لأي شخص أن يستعملها فقط للمطورين لأصحاب صيانة الهواتف وإذا كان عندك جهاز شغال به أنصحك أن لا تعمل هذه العملية فقط هذه العملية للمطورين وهذه المطورين يتواصلون معي وأنا سوف أرسل لهم الملفات اللازمة لعمل جيل بريك إذن كما ترون الجهاز دخل في وضع دفي مود كما موضح إذن عملية الجيل بريك فهي سهلة جدا الآن الضغط على نيكست والضغط على خفض الصوت وزر الباور الآن يدي على خفض الصوت وننتظر حتى يقوم الجهاز بالدخول لوضع الدفي مود الآن عملية الجيل بريك تبدأ إذن كما ترون الجيل بريك يتم بنجاح ننتظر حتى يكمل الجهاز الجيل بريك ضن كما ترون الجهاز سوف يشتغل إذن ننتظر التشيكرين حتى تظهر طبعا الحال دقائق أو دواني وسوف تظهر التشيكرين في الجهاز كما رأيتم التشيكرين فهي ظهرت نقوم بالدخول علينا أن نقوم بشبك الجهاز في الوايفي إذن أنا سوف أشبك الجهاز في الوايفي أفغل أداء الجهاز شاشته مكسورة إذن كما ترون لقد قمت بشبكه في الوايفي إذن كما ترون الإصدار 15.5 إذن نذهب إلى التشيكرين كما ترون التشيكرين فهي شغالة ننتظر إذن إذا أردت أن أقوم بتنزيل السيدية فقط نضغط على انستال سيدية هنا يقول لي إيرور وبعد الأشياء علي أن أعدل فيها وسوف تشتغل السيدية وأنزلها أنا الآن لن أحتاج السيدية المهم وأهم شيء وهو أن ننزل التشيكرين في الآيفون هذه هي أهم شيء وهو عمل جيل بريك لأن أعرف الكثير هناك من يريد تنزيل التشيكرين في الآيفون وعمل جيل بريك إذن لأن هناك العديد من البرامج تشتغل مع التشيكرين مثلا مثل هذا البرنامج فهو يشتغل مع التشيكرين كما ترون هذا يشتغل مع التشيكرين الإصدار 15 فهو يتعرف عليه وكل شيء إذا أردت أن أقوم بفرمطة الجهاز أو أي شيء إذن كما ترون الطريقة فهي ناجحة حتى الآن التشيكرين فيشغال ولكن لن تشتغل مع أي شخص إذا لم تقوم بتعديل على الملفات اللازمة في التشيكرين حاليا أنا أشتغل عليها لكي تشتغل في الويندوز إن شاء الله وسوف أي جديد سوف أنزله لكم وأخبركم في أقرب الأوقات إن شاء الله المهم الطريقة فهي ناجحة من يريد التواصل معي كما قلت لكم فليضع رقمه أسفل الفيديو وسوف أتواصل معكم بإذن الله ألقاكم في فيديو جديد إذا كنتم تشاهدون قناة الاتصالات لأول مرة فلا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والضغط على الزر الأحمر لكي يصلكم الجديد السلام عليكم وألقاكم في فيديو جديد